يتهم سامي السعد بريطانيا بالتورط في اختطافه وتسليمه لنظام القذافي قبل ثماني سنوات هنا سجين السعدي وهنا عذب يقول الرجل وتشير وثائق للاستخبارات الأمريكية اكتشفت في طرابلس بعد سقوط القذافي إلى دور للمخابرات البريطانية في تسهيل اختطاف السعد في هونغ كونغ من قبل عناصر المخابرات الأمريكية وترحيله إلى بلاده عندما وصلت إلى باب الطائرة وضعوا أصفادا في يدي ويدي زوجتي في المحكمة العليا بلندن قررت بريطانيا اختصار قضية السعدي ضد الحكومة وجهازي الاستخبارات الداخلية والخارجية سيدفع للسعدي وأسرته أكثر من ثلاثة ملايين دولار إضافة إلى تكاليف القضية وتصير الحكومة أنها لم تعترف بالمسؤولية وأن المحكمة لم تدنها لا يزال السعدي يبحث عن إجابة حول تورط الحكومة المتريطانية من عدمه لكنه يقول إن تصرف الحكومة كاف رغم عدم اعترافها بالتورط في اختطافه وأسرته خيبة أمل السعدي كبيرة بعد كل الحديث الدائري عن وحشية القذافي وديمقراطية الأنظمة الغربية وتوقيرها لحكم القانون وتجريمها للتعذيب وصل الأمر إلى أن عملاء بريطانيين تفقدوا السعدي في سجون القذافي جاء فريق بريطاني لزيارتي رجل وامرأة لم أستطع إخبارهما أنني أعذب لأن هذا كان ليزيد من تعذيبي ولكن لماذا قد تقدم بريطانيا على تصرف يؤدي إلى سجن السعدي؟ للرجل ماض فقد قال لبي بي سي إنه التقى أسامة بن لادن مرات عدة قبل هجمات الحد عشر من سبتمبر لكنه يقول إنه قال لزعيم القاعدة أن لا يهاجم أوروبا أو الولايات المتحدة تقول الحكومة إن أجهزة الاستخبارات لا يمكنها الدفاع عن نفسها في محاكم مفتوحة ولا الكشف عن تفاصيل حساسة قد تضر بعمليات مستقبلية جاك سترو كان وزير الخارجية المسؤول عن الاستخبارات الخارجية عندما وقعت الأحداث وهو متهم في القضية قال سترو في بيان إنه دائما تحرى اتباع القانون في كل تصرفاته لكن وقائع هذه القضية صلطت كثيرا من الضوء على الأساليب التي أدت إلى سجن السعدي وتعذيبه في سجون ديكتاتور ساهمت بريطانيا لاحقا في إسقاطه ترجمة نانسي قنقر